اشتركوا في القناة فهي منزوعة الدسم مجردة من كل التفاصيل المهمة إلا ما نذر أما هذا الكتاب فهو كثير الدسم من أوله إلى آخره واستخدم عنوان صائد الجواسيس ربما لمسكه بغير جاسوس في الجرم المشهود وتحقيقه في قضايا الاختراق المضاد وإسهامه في أكبر قضية اختراق خماسي كامبريج وغيرهم الكثير ممن مضى على انتهاء عملهم عدة عقود وأصبحوا على حافة الموت تستطيع أن تقول أن هذا الكتاب أرخ صاحبه لعقود من تاريخ الاستخبارات البريطانية الداخلية IM5 بشكل مفصل ودقيق للغاية وهذه الدقة والتفصيل لا تعجب الساسة والمسؤولين ولا كذلك كبار رجال الاستخبارات ومن ذلك منع الكتاب من التداول وأصبح محظورا وبناء على قاعدة كل ممنوع مرغوب ازداد الطلب عليه وزادت مبيعاته إلى مبالغ كبيرة ولعله كانت تعويضا له فهذا الكتاب أشبه بضربة مؤجلة الدفع قد سددها بيتر رايت إلى الحكومة البريطانية لأنها حرمته من راتبه التقاعدي الكامل بعد أن أعضي وعدا شفاهيا بضم سنوات عمله السابقة إلى سنوات عمله في الاستخبارات ولكن فجأة قبيل التعاقد أصبح هذا الوعد الشفاهي عديم القيمة وهذا التاريخ تكتشف من خلاله أن أجهزة الاستخبارات لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه حاليا إلا من خلال عثارات وأخطاء عظيمة أسيلت بسببها دماء وأزهقت لأجلها أرواح وأنها أجهزة اخترقت حتى العظم وتجد مثلا أن من تخبطاتها أن الكثير من الجواسيس دخلوا الاستخبارات ووصلوا إلى مناصب حساسة دون التدقيق في خلفيتهم والبحث في ماضيهم وقد أكلت بريطانيا خازوقا محترما من جهتين الأول من خماسي كامبريج وهم خماسي كانوا يدرسون في جامعة كامبريج في الثلاثيناس وكانت لهم ميول يسارية وأصبحوا يعملون لصالح الاتحاد السوفيتي كان أبرزهم كيم فيليبي الذي عمل في الاستخبارات البريطانية الداخلية م.ي.5 والخارجية م.ي.6 ومسك مناصب كبيرة من أهمها مركز مكافحة التجسس السوفيتي فكان الذي يحاول أن يصطاد الخونة هو الخائن ثم استطاع فيليبي بعد انكشاف أمره الهروب إلى الاتحاد السوفيتي والعيش فيها إلى أنهلك وله مذكرات مطبوعة ومترجمة بالعربي بعنوان الحرب الصامتة من ترجمة عبدالله كحيل وتكلم ستيفن جراي بشكل مجز عن فيليبي وخماسي كامبريج في فصوله الأولى من كتابه السياد الجاسوسي الجدد ولكن لا شك أن هذا الكتاب يعتبر من المصادر الرئيسية لتناول خلية خماسي كامبريج وأثارها على الداخل البريطاني أما الخازوق الثاني الذي أكله البريطانيين ولم يتكلم بيتر رايت عنه كثيرا في كتابه هذا فهو جورج بليك الذي سرب للروس أمر نفق برلين والذي وشى بالكثير من الجواسيس البريطانيين داخل الاتحاد السوفيتي أما الأطروحة الكبرى التي قام عليها الكتاب وهي احتمالية أن يكون رئيس مآي فايف ووغر هوليس عميلا سوفيتي ونشأ هذا الاعتقاد من فشل بعض العمليات بشكل متتابع وكأن أحدهم تدخل ليفشلها وكما أن هذه العمليات المتنوعة لم يكن ليطلع عليها إلا الرئيس ونائبه فأصبح داخل دائرة الشك فخاض بيتر رايت حربا ضروسا لإثبات هذا الزعم وكذا في خاتمة الكتاب تكلم عن عمالة رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون وتقاطع السياسة مع الاستخبارات وكيف أن الاستخبارات حاولت بكل قوتها أن تتدخل في السياسة من أجل إسقاط ويلسون التي ترى خيوط عمالته للاتحاد السوفيتي والذي بوصوله إلى هذا المنصب سوف يكون هناك ضرر نفسي فلذلك ليس صحيح أن المؤسسات الاستخباراتية حيادية تماما وأنها لا تتدخل في شأن السياسة الداخلية حسنا بماذا نجح الاتحاد السوفيتي في اللعبة الاستخباراتية في هذا الكتاب نجح في أنه استطاع أن يزرع دائرة الشك لدى خصومه وقد استخدم أسلوب المنشقين لصالحه وقد احتجت الاستخبارات الغربية سنوات إلى أن تتعافى من هذا الأثر المدمر فهناك ستار حديدي وضعه الاتحاد السوفيتي على نفسه أي جدار من السرية والغموض فعندما يأتي منشق ذو منصب رفيع سوف تتلقفه وتتلقف ما يقول بالأيدي والأحضان فانتهج السوفيات سياسة مزدوجة اقتضت بأن يضحوا بجواسيس لهم من أجل أهداف استراتيجية بعيدة المدى فضحوا بجاسوس من أجل زيادة الشك وعدم الثقة بين الأطراف الغربية المناوئة لهم وقد استطاع الاتحاد السوفيتي أن يكون متقدمة بخطوة على قرنائه الغربيين في جانب الجاسوسية حتى عندما كان في أضعف حالاته فقد ضحرج رؤوس الجواسيس الأمريكان في الثمانينيات بسبب العميل إيريك إيمز الذي كان يعمل رئيس قسم مكافحة التجسس ولم تكن بريطانيا في مبادرة الاتحاد السوفيتي وبسبب النظام الديمقراطي واحترام حقوق المواطنة لم تستطع بريطانيا مثلا استخدام أساليب التعذيب من أجل استخراج المعلومات ولو رفض المشكوك في أمره التعاون لم استطاعوا أن يفعلوا حياله شيء إلا أن ينقلوه من مكان عمله إن كان في موطن يطلع عليه على أسرار البلاد وحتى لو اعترف فلا يستطيعون أن يحصلوا على اعتراف كامل فقد تجد أن هذا الجاسوس يراوغ ويحمي أصحابه من خلال التضحية بنفسه ولو تعجل ضباط المخابرات في القبض على الجاسوس قبل الجرم المشهود وحتى لو عثر معه على أدوات استخباراتية لا يعني هذا الإدانة فقد برأت المحكمة جاسوسا لأنه لا دليل أنه استخدم هذه الأدوات للتخابر مع جهة أجنبية من أجل الإدرار بمصالح البلاد هذا بخلاف الاتحاد السوفيتي الذي لم يكن يجد نفسه ملزما حيال مواطنه بهذا القدر من الالتزام والمراعات فلا مانع من تعذيبهم وسحقهم سواء توفرت الأدلة الكافية أم لم تتوفر فلذلك أشعر أنه كان متقدم بخطوة على الغربيين في مجال مكافحة التجسس لأن الخيارات لديه أكثر وأكبر مساحة وكانت أغلب قضايا التجنيد والتي يتخذها الاتحاد السوفيتي مدخلا هو الجانب الأيديولوجي ففي ظني أن أيديولوجية تنتهج النهج الثوري وتكون خلفها مكينة إعلامية تسويقية إلا وتجددب الشبابة القائيا حسنا في هذا الكتاب لن ترى أن الواقع البيروقراطي في المؤسسات الغربية واقع مثالي بل تكتنفه الفوضى والتخبط وأحيانا يضيع حق أحدهم من الراتب التعاقدي بسبب هذا التخبط وقد ينقص التمويل لهذه المؤسسات مما يجعل قدراتها محدودة حتى وهي في ذروة الحرب الباردة وفي مقدمة الجبهة ضد الاتحاد السوفيتي وقد تحصل الحروب بين الأقسام الاستخباراتية البريطانية وقد تحصل نوع من النزاعات من الأقسام الداخلية داخل هذه المؤسسات وسياسة الأقسام قد تتغير جدريا بتغير الرئيس فقد تمشي خمس سنوات وفق خطة معينة ويتغير الرئيس ويلغى المشروع أو تطرأ عليه تعديلات فليست تلك مؤسسات ديمقراطية مطلقة بل الرئيس فيها صلاحيات تنفيذية ملزمة وإن لم تلتزم بهذه التعليمات كما حصل مع آرثر فسوف تطرد وإن توريتا فقد يضيع حقك في الراتب التقاعدي المؤسسات الاستخبارية أو العسكرية تميل إلى أن يترأسها شخص من داخل المؤسسة يعرف كيف تدار المؤسسة بخلاف لو أتى شخص خارجها لا يعرف كيف تدار فقد يفسد أكثر مما يصلح فلذلك ترى مثلاً أن الاستخبارات البريطانية الداخلية IM5 عندما حاولت الجهات العليا فرد مرشحين من خارج المؤسسة نزلت بكل قوتها سواء عن طريق الوسطى أو من خلال الاستعداد من أجل العصيان الجماعي وتجد أن المؤلفة لا يألو جهداً في إثبات هذا التخبط وتقاطع السياسة والجاسوسية في الكثير من الأحداث كأحداث قبرص وإرلندا الشمالية على العموم له نص صريح ومهم إذ يقول تركت قضية قبرص طابعها على السياسة البريطانية بخصوص المستعمرات فقد تخلت بريطانيا عن مستعمراتها بنجاح أكبر عندما استطعنا أولاً هزيمة التمرد العسكري باستخدام الطرق المخابراتية بدل استخدام قوة السلاح وقبل البدء في التفاوض على حل سياسي مع قيادة حركة التمرد المهزومة ومن ثم من خلال استخدام الجيش البريطاني لتثبيت وضع الحكومة التي يتم تعيينها وهذا ما حدث فعلاً في الملاوي وكينيا حيث بقي وضع حكومتيهما مستقراً بحماية الجيش البريطاني كانت المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالمستعمرات هي كيف يمكن إخراج السلطة الاستعمارية مع ضمان قدرة الجيوش المحلية على تعبئة الفراغ وبمعنى آخر كيف يمكن أن تخلق سلطة محلية مستقرة كانت وزانة المستعمرات متمسكة بالنماذج الديمقراطية والأكاديمية المعقدة دستور هنا وبرلمان هناك والتي كان قليل منها فقط يعمل بنجاح بعد تجربة قبرص كتبت تقريراً قدمته لهوليس شرحت فيه أفكاري فقلت إنه ينبغي علينا أن نتبنى النموذج البلشفي حيث ظهر أنه الوحيد الذي نجح لقد فهم لينين أكثر من أي إنسان آخر كيف يسيطر على بلد ما ومن ثم كيف يحتفظ بهذه السيطرة بالنسبة له كلا الأمرين نفس المستوى من الأهمية كان لينين يؤمن بأن على السلطة أن تسيطر على الناس بالبنادق وبجهاز المخابرات وبهذا تستطيع أن تضمن عدم تحدي الجيش أو أي سلطة أخرى لها الصفحة 170 أنا أتفق كليا حول النموذج البلشفي وقد أسماه بعضهم بديكتاتورية البروليتاريا وهذا مهم لتشكيل النظام السياسي فالنظم الإسلامية مثلا لن تقام بتوافق كلي خصوصا مع الأطراف العلمانية بكافة مللها ونحلها فحينئذ لا بد أن يفرض هذا النظام فرضا بالقوة ولا يكون هناك رأسين متحكمين في بلد واحد وبعد استقرار هذا النظام يتدرج في الإصلاح إذ لا يمكن أن يصلح وهناك من له المجال لأن يهدم وركز هذا الكتاب بشدة حول الأساليب التقنية الموجودة في الخمسينيات والستينيات في التجسس ولفت انتباهي أن الكمبيوتر كان متاحا في تلك الحقبة رغم أني كنت أظن أنه لم يتح إلا في الثمانينات ويبدو أنه أصبح متاحا للعامة في ذلك الوقت وإلا فالمؤسسات قد تستخدمه قبل ذلك الوقت بعقود وتكلم باستفادة عن اختراقه للسفارة المصرية في بريطانيا على إثر ما يسمى بأحداث قناة السويس فبعدما عرفوا أن نظام التشفير المستخدم من قبل المصريين هو هاكلين ودعوا خطة من أجل كسر هذه الشوكة بزر أجهزة تنصت في الغرفة التابعة للسفارة المصرية في لندن فكانت الطريقة المفضلة لزرع الأجهزة هو في تعطيل هواتف السفارات فتقوم تلك السفارات بتبليغ مكتب البريد والذي يقوم بدوره بإرسال المصلحين والذين هم في الأصل جواسيس ثم ذكر أن هذا بمثابة إنجاز للإستخبارات الداخلية البريطانية ثم عرض بالـ IM6 وأنهم لم يقوموا إلا بعملية خرقاء لاغتيال عبد الناصر عموما تكرر اختراق النظام المصري في حروب مصر المصيرية فمثلا استطاع أحد ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الحصول على كل خطط مصر وسوريا العسكرية لحرب أكتوبر سنة 1973 والتي تذكر بالتفصيل ترتيب القتال وموضع كل وحدة كما ذكر ذلك ستيف جراي في كتابه أسياد الجاسوسية الجدد الصفحة 79 عموما الكتاب فيه الكثير من التفاصيل وأظن أنها مدخل مهم لمجال الاستخبارات في الحقبة الباردة ولكن يعيب الكتاب كثرة ذكر الأسماء بشكل تحتاج معه إلى ورقة خارجية لتعريف كل اسم وما دوره فالمؤلف كما هو واضح وجه الخطاب إلى الداخل البريطاني وربما لم يكن مهتما بمن هم خارجها فمن هم في الداخل في تلك الحقبة يعرفون تلك الأسماء ودورها في الحياة العامة فلذلك ربما لم يكن مهتما في شرح أبعاد كل اسم يذكره وهذا قد يشتت القارئ الذي من خارج بريطانيا أو لم يعيش تلك الحقبة ويعرف شخصياتها وهذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة